نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تعيين الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة مواطنتين من حملات الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوسطى وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة والذي أكد أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقا للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 24 يوليو من هذا العام وجاء تنفيذ للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية